أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي محددات رؤية مصر حول أهمية الشركات الجنوب جنوب في تحقيق الأهداف التنموية وخلال لقائه رئيسة بنك التنمية الجديد ديل مورسيف أشار رئيس السيسي إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك لا سيما بشأن ما يوفره من الأليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات النشئة والدول النامية وصرح متحدث الرئاسة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الاعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية وتعريف بآليات دعم القطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع بريكس المؤسسين والجدد من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعما لجهود التنمية كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرة ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الكبير الذي بدلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضرية بديلة ما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياته ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجة